كبيرة هي الجهود التي يبذلها طيار الإصلاح الديمقراطي بحركة فتح لمساعدة أبناء شعبه والوقوف بجانبه خاصة في قطاع غزة من خلال مبادرات عدة كان آخرها شتاء دافئ لمساعدة الأسر الفقيرة على عبور موجات التقص السيء بسلام وطمأنة وطمأنينة واسعة مع اقتراب شهر رمضان المبارك يواصل أيضا طيار الإصلاح الديمقراطي مد يد العون لأبناء شعبه للتخفيف من وطأة حياتهم المليئة بالصعاب على الأصعدة كافة دون كلل النوى في كل الاتجاهات والمجالات واصل طيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح تقديم المشروعات الإغاثية والتنموية لجميع أبناء الشعب الفلسطيني وذلك لتعزيز صمودهم وتخفيف الأعباء في ظل جائحة كورونا واستقبال شهر رمضان المبارك وما يعتاري العالم من أزمات اقتصادية كبيرة كثيرة هي البرامج والمبادرات التي يطلقها الطيار في الداخل والساحات والتي تستهدف المواطن الفلسطيني وتساعده ماديا ومعنويا واجأت المشروعات متنوعة ما بين مشروعات إغاثية وطبية وإنسانية وذلك لخدمة أبناء قطاع غزة للتخفيف من معاناتهم في ظل العدوان الإسرائيلي والحصار المفروض على غزة فما بين إنشاء مستشفيات ميدانية وإرسال أدوية ولقاحات وتقديم أجهزة تعويضية وإعانات للمتضررين من المنخفضات الجوية وكذلك حملات الإغاثة من أجل شتاء دافئ وتوفير السولار وصيارات الإسعاف المجهزة تجوب قوافل الطيار في كل شبر من غزة واستقبالاً لشهر رمضان المبارك عادة ما يطلق طيار الإصلاح الديمقراطي حملات تشمل توزيع طرود غذائية تحتوي على أهم المواد التموينية اللازمة خلال شهر رمضان للفلسطينيين في الداخل والخارج وهو ما يثبت أن طيار الإصلاح الديمقراطي حريص على كل ما فيه مصلحة للفلسطينيين فكان الأوحد في سد كل الثغورات التي أهملتها المؤسسات الحكومية الفلسطينية وخاصة في هذا الوقت العصيب الذي يمر به العالم من ارتفاع للأسعار وموجات التضخم ونعكاساته على الشعب الفلسطيني